فهمي أكد أيضا أن منهج التحالف يهدف لتوفير الخدمات للمواطنين وحماية حقوقهم فهمي عرب خلال البرنامج عن استغرابه من مخاوف بعض الأطراف السياسية وخاصة الإسلام السياسي من القوى المدنية نحن لدينا أساس نظرية أن أدوات تحليل لقراءة الواقع هذا هذا اللي يميزنا حقيقة اللي نحتز بهذه القضية وهذا القدرة وإحنا لذلك من نرسم سياساتنا من نرسمها بشكل عشوائي وكرود الأفعال لهذا الطرف نرسمها في ضوء دراسة دقيقة لموازنين القوى لمستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي للتيارات السياسية الموجودة يعني عوامل العامل الخارجي العامل القريمية كلها تدخل ضمن منهجنا وعندنا أولوياتنا منهجنا إحنا ما نخفي إحنا عدنا نريد نخدم الطبقات والفئات التي مرتبطة بالعمل سواء الشغيلة الكادحين نحن نرطبط بالإنتاج فعندنا أولوياتنا من نخفيها هذا المعنى إحنا الباقين يرجون إلى أساليب غير أساليبنا عندهم موارد معينة الوضع البلد يطيقوا بالزخم ما عندنا نعم وإحنا تعاملنا وياه بس بالمقابل التشوشيعة قسم يطلع بالأسوب بالوسائل الإعلام يقول ذول المدنيين ومرأة همين يدخلنا في المدنيين دي يشوهوا صورتنا دي يشوهوا صورة الإسلام السياسي دي يشوهوا صورة الأعزاب الإسلامية يابا إذا هم ذول أصغار يعني دعوة تقل قادم منهم يمور